من هي رجاء الجداوي؟ الممثلة المصرية القادرة رجاء الجداوي واحدة من قامات الفن المصري والتي شهدت تطور الفن والدراما المصرية عبر مختلف مراحلها حيث تجاوزت الأعمال التي شاركت بها الثلاثمائة عمل على مدار مسيرتها بدأت التمثيل في سنة 1958 تربت في وسط فني إلى جانب خالتها تحية كاريوكا فكانت بداياتها مع عرض الأزياء ومن ثم التمثيل على مسرحية تحية كاريوكا لتنتقل لتقديم المزيد من أعمال السينما والدراما التليفزيونية تعرف على السيرة الذاتية، الإنجازات وكل المعلومات التي تحتاجها عن رجاء الجداوي ولدت نجات على حسن الجداوي المعروف باسم رجاء الجداوي في محافظة الإسماعيلية بمصر بتاريخ السادس من سبتمبر أيلول 1938 خالتها هي الفنانة الراقصة تحية كاريوكا تركت أسرتها مع أخوها الكبير فاروق وانتقلا للعيش في القاهرة مع خالتها وهناك انتحقت بمدارس الفرانسيسكان وفيها تعلمت اللغتين الإيطالية والفرنسية كما عملت في بداياتها في قسم الترجمة التابعة لإحدى الشركات الإعلامية بعدها عملت كعاردة أزياء وفي سنة 1958 تم اختيارها كملكة جمال مصر ولقبت بصمراء النيل كما بدأت العمل في المصرحية مع خالتها تحية كاريوكا كل هذه الأمور كانت المفتاحة لدخول رجاء الجداوي إلى عالم التمثيل من أوسع أبوابه نجاح ترجاء الجداوي كعاردة أزياء بشكل كبير حين كانت تسافر لتقديم عروض الأزياء عدة مرات في العام كما سافرت كمرافقة لرئيس الجمهورية عدة مرات من أجل تسويق القطن الخارج مصر عملت الجداوي لمدة سبع شهور في باريس كعاردة أزياء لصالح المصمم العالمي بير كاردان كانت أول مشاركة فنية عندما رشحها المخرج أحمد بدرخان للمشاركة في فيلم غريبة مع الفنان القدير النجاة في سنة 1958 شاركت بعد ذلك في العام 1959 مع الفنان فاتن حمامة في فيلم دعاء الكروان وهو مأخوذ عن رواية للكاتب طه حسين وقد حظي الفيلم بنجاح كبير حيث تم اختياره لتمثيل السينما المصرية في مهرجان برلين الدول في نفس العام الذي عرض فيه وشاركت الجداوي في العام نفسه في فيلم نور العين عقب فيلم دعاء الكروان ظهرت الجداوي سنة 1960 في فيلم الكوميديا إشاعة حب مع الفنان الراحل سعاد حسني والفنان هند رسطم والفنان عمرو الشريف هذا وقد ساعدت لكنتها الفرنسية في ترشيخها من قبل المخرجين لأداء الأدوار الأرستقراطية لكن سفرها الدائم بسبب عروض الأزياء كان يتضارب مع عملها في التمثيل لذلك غالبا ما كانت تسند لها الأدوار الثانوية ظهرت رجاء الجداوي في فترة الستينيات في العديد من الأعمال وكان من أهمها فيلم مخلب القط وفيلم الضوء الخافت وفيلم الفرسان الثلاثة وفيلم القاهرة في الليل وفيلم معسكر البنات وفيلم بابا عايز كيدا وفيلم كرامة زوجي وفيلم أيام الحب كما كانت مرحلة السبعينيات حافلة بالأعمال التي شاركت فيها رجاء وكان من أبرزها فيلم أصعب جواز وفيلم زائر الفجر وفيلم على ورق السيلوفان وفيلم أزواج طائشون وفيلم لا تبكي يا حبيب العمر وغيرها من الأفلام وعلى الشاشة الصغيرة ظهرت هذه الفترة في عدد من المسلسلات ومنها مسلسل القاهرة والناس ومسلسل أرض النفاق ومسلسل الهروب ومسلسل أحلام الفتى الطائر ومسلسل لحظة اختيار كما شاركت في المسلسل الإذاعي الضراري والحامول تنوعة الأعمال التي قدمتها في فترة الثمانينيات وكان من أبرز الأفلام التي قدمتها في تلك الفترة فيلم من يدفع الثمن وفيلم موعد على العشاء وفيلم انهيار وفيلم حدوثة مصر وعلى شاشات التلفاز شاركت في مجموعة أعمال كان من أهمها مسلسل أنا وإنت وبابا في المشمش ومسلسل تزوج وابتسم للحياة ومسلسل أيام في الحلال ومسلسل يوميات امرأة عصرية وغيرها في سنة 1985 قدمت عملا هاما على المسرح وهو مسرحية الواد سيد الشغال مع الفنان القدير عاد الإمام وتم تقديم المسرحية على مدار ثمانية أعوام متتالية في بلدان مختلفة وتوقف عرضها في ذروة نجاحها قدمت الجداوي خلال فترة تسعينيات عددا من الأعمال السينمائية ومنها فيلم مراهقون ومراهقات وفيلم سفاح في مدرسة المراهقات وفيلم حنفي الأبله وغيرها كما قدمت العديد من المسلسلات في تلك المرحلة ومنها مسلسل قصر فوق الرمال ومسلسل أبرياء في المسيادة وغيرهم وأعادت تجربة التمثيل المسرحي مع عاد الإمام في مسرحية الزعيم سنة 1993 والتي استمر عرضها لمدة سبع سنوات متتالية خلال العشر سنوات بين سنتي 2000 و2010 قدمت الجداوي مجموعة من الأعمال الضخمة والمتنوعة وكان من بين الأفلام التي شاركت بها فيلم تيمور وشفيقة وفيلم أنت عمري وفيلم بدون رقابة وفيلم التجربة الدينومركية وفيلم صهر الليالي وفيلم السلم والثعبان وفيلم ليه خلتني أحبك وغيرها أما المسلسلات فكان منها مسلسل عائلة الحجمة ولي ومسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود ومسلسل بشرى صارى ومسلسل حق مشروع ومسلسل أحلام نبيلة وغيرها بين العامين 2010 و2015 قدمت العديد من الأعمال الجيدة والمتنوعة وأبرزها مسلسل تعيش وتأخذ غيرها ومسلسل شاهد إثبات ومسلسل نونة المأذونة ومسلسل غمضة عين ومسلسل أريد رجلا ومن الأفلام التي ظهرت فيها في تلك الفترة فيلم الثلاثة يشتغلونها وفيلم كلبي ومفتاح وهو فيلم بنات العم وفيلم هاتو لراجل وفيلم المواطن برس وغيرها العديد من الأعمال شاركت بعد ذلك في أعمال كثيرة ومنها مسلسل جراند أوتيل في سنة 2016 ومسلسل حلاوة الدنيا في 2014 لم تشارك في أعمال رمضانية في العام 2019 وكان من المفترض أن تشارك في عملين يعرضان خلال الموسم الرمضاني ولكنهما توقفا لأسباب لم تصرح عنها وقدمت مسلسل شبرمية في نفس العام ولكن عرد خارج موسم رمضان تزوجت رجاء الجداوي من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الراحل حسن مختار في العام 1970 أنجبت منه ابنة وحيدة اسمها أميرة اكتسبت رجاء الجداوي اسم رجاء عند دخولها المدرسة ونفت أن يكون اسمها الفني صرحت أن أصولها تعود إلى مدينة ينبع غرب المملكة العربية السعودية فقد هاجر جدها الثاني إلى مصر واستقر فيها وصرحت أن لها علاقات واسعة داخل المملكة العربية السعودية أسست رجاء الجداوي علاقات واسعة في الإمارات العربية المتحدة وكان ذلك منذ أن شاركت في عرض أزياء في مدينة أبوظبي سنة 1975 حصلت على وشاح صمراء القاهرة في كرنفال حديقة الأندلس والتي حصلت من خلالها على لقب ملكة حوض البحر الأبيض المتوسط